الخبر أولي عاد لعن يا رمار ومرض خلقوي خصتك اللي بدأت يا حبابل من نزلج فيها الستوريات دي تقول بها أنها تريد تتحمم أنا مصورنا الستوريات ولكن بعد نزلج فيها الستوريات تقول بها أنه صابتك ليس مريض ورح تأخذ أبرة فلاش فيها يا رب إن شاء الله من بها للعافية ورح تحطوكم الستوريات تشوفوها ورح يومين مجردت لتيا مغايدة عنكم بعرف ولكن أروح أعمل الدرش هلأ وأرجع لكم لأني حاليا اللي حتى قدرت أصحى وأقوم نعرف خرشة أرجع لكم وحي لكم كل شيء للأسف يا جماعة كتناي أنا زلتكم استوريات يعني أقوم أعمل ديش ونزلت استوريات ولكن المرض كان أول مني وخلاني أرجع أمرض أول بجديد ليش بتحب تقوى كتير بالليل؟ ممكن تفاهمني أنا ليش بتحب أنك تقوى فيني بالليل؟ يا جماعة المرض ما عم يقوى غير بالليل وقت اللي بدي أجي لحتى نام بوحد بسحوا الكل سالة بحس حالي عم بغتنق وبسخن كل سخونة بحس حالي عم موت وببرد كل برودة بيكون في فايا ألف حرام وبعد ببرد وبتبرد طب ليش بتجيني بالليل بقوى؟ تعال الصبح هلأ حاليا أخذنا كل الأدوية المطلوبة هاي ما دخلها مو من بين الأدوية تمام؟ ولكن في شغلة واحدة بقعد ثلاث ساعات ببكي لحتى أخذها وأخر شي بأخذها أكثر شي بكراه بحياتي من هلأ رح أبليش أبكي وحياة الله لأنه هادي الشي كثير بكراهو كثير بخاف منو وما ما بدح تعطيني ياه ننتظر حاليا برهوم المراوي والاستوريات الغريبة اللي نزلها بالنسبة لأول شي يا حبايف كان واحد من المتابعين قادي سيلة أنه شو رأيك بالإستواء نورمار واللي هو يقصد المقلب اللي نزله أنه راح يغير دينه فالرد أنه عن ما شوية غريب فكاتب عليه ممل ولما سألون ليش مطلعت وحشت على الموضوع اللي استواء نورمار فقال لأنه بيزعل فيصد لذا طلع حشت على المقلب نورمار راح يزال من عنده راح يعصب لأن نورمار يتقبل الانتقاد لا أدري صراحة هذا خلاف بيناتهم ولكن اكتبونا بالكومنتات شو رأيكم اللي قال برهوم عن نورمار بالنسبة ثانية يا حبايف اللي هو هذا السوري كانت يسئلوا أنه لماذا صورت مقطعه يا أحمد أبو الرب فقال أنه طلب من عنده ولكن هو السحب عليه يعني أنه مصورويا أو نقدر نقول هو رفض التصوير والسوري اللي بعد يقول له إذا جدتك فرصة تصوري نورستار أو نارين منه تختار فالرد أنه سيصور لحاله فمادر إذا صار خلاف بينه وبين نورستار أو نارين كتبونا بالكومنتات والسور الأغربية يا حبابي اللي نزلوا وهذا السوري كان يقولون لنا ما يشيء تكرهها بصفاتك يقول أنه عامل للناس أكس شخصيتي باليوتيوب لما نسأله شنو تصيب الضبط قال ما عارف أتعامل بمصلحة فلتتوقعون أن يصد شخص بدبي من الأشخاص اللي قابلهم أنهما يتعامل بيها بمصلحة ما يدري الصراحة ننتظر الحالي أن ناريني بيوتو أغنية جديدة اللي نزلت مبارحة اللي طبعا لغل المتابعين توقعون أنها مقصود بها جان موفلوكس قول ما يرجعون للبعض هي مسائية الأغنية أنها مشتنا ويترجع لها ولكن بعد يرجعوا الحمد لله ولكن الغريب يا حباب أنه من نزلت الأغنية إلى الآن موفلوكس هو ما رأبارك لها الأغنية ولا نزل أي سورة عن الاغنية فاكتروا في الكومنتات شو توقعون صار شي بيناتهم بالضاف أن الاغنية شوية عرضت للتهجم فبعض الأشخاص صاروا توقعون أنه غيث مروان هو المقصود ولغم أن الصراحة مات وقع أنه غيث مروان هو المقصود بضبط وبعض الكومنتات قالوا أن تصوير والصوتي جنن ولكن الكلمات مو حلوة بالنسبة أشخاص اللي سمعوا الاغنية يكتبون للكومنتات شو تقيمكم الاغنية وهل هي عجبتكم أو لا ننتقل حاليا نهض خصاص وتزيل هذا المقطع اللي كان ديه هاجم ويعتقد به نورمار فهذا المقطع كان ديه يعتقد اللي هو المقلب اللي سوى النورمار اللي غير دينا فصار هاجم ويعتقد بالمقطع انتقاد كلش قوي صراحة طبعا نهض خصاص هو كان صديقا نورمار ولكن سيب تصويره ويهياره صار خلاف بينه بالنورمار فكتونا يا حباب بالكومنتات اللي شافه مقطع قصاص هل كان هو مقطع قوي أو مقطع عادي بالختم عن بيسان تيكيت يا حبايب واخيرا رجوعها اليوتيوب بعد ما صار لها يا حبايب غايبة تقريبا ثلاثة ايام عن اليوتيوب مبروك الرجعة بالإضافة النزلت هذا اللي سوري يا حبايب اللي شاك لانه نحن سوين الفيديو عن وصفات التيك توك ولكن الغريب يا حبايب على العكس اللي هي قمرطي صارها ثلاثة ايام تقريبا أو يوم من غايبة عن السوشال ميديا فلل رجحها بخير وسلامة يا رب بوصلوا يا حبايب نوصلت للمقطعات والنقطع جاوكم بالختم يا حبايب حب أعلن لكم عن شغلة إنه صير أفتح بالثوث على القناة الثانية رحض لكم رابط البث الأخير السوينا وإن شاء الله كل يوم رح يصنين نفتح الكبث الساعة بالـ 11 فنروح واشتركوا بيها يا حبايب وننتظروا بثوث هناك نسولف ونسوي إشياء أخواه حلوة وبس مع السلامة